موسيقى 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 دور المؤمن المسيحي تجاه السلطة هذا وموضوعنا في هذه الحلقة أهلا ومرحبا أحبائنا المشاهدين في كل مكان سلام ونعمة المسيح مع جميعكم اليوم رح نتكلم بموضوع كتير كتير مهم وطبعا اتزاما في وقت انتخابات أمريكا واللي ما زالت حتى هذه الساعة غير محددة وهذا قادني خلال الأيام اللي مضت انه نفكر في موضوع دور المؤمن وهذا ليس بموضوع جديد هو موضوع قديم حديث فالمؤمن له دور في المجتمع له دور في السياسة له دور في الكنيسة لكن المحتاجين نفهم بالضبط الأمور المحددة في دور المسيحي ولسيما في هذه الأيام في طبعا دول متعددة في هذه الأيام ومثل ما ذكرت في الماضي كتير من الأنظمة تعتبر أنظمة ضد المسيح بما أقصده الفلسفة أو القيم أو المبادئ اللي عم بتسير فيها الدول بشكل عام هي قيم ضد مبادئ المسيح أو بالأحرى ضد معلمه يسوع المسيح واليوم رح نعرف بعض من هذه المعلومات حتى نشوف أيه بالضبط دور المسيحي تجاه السلطة وكيف ممكن نحيا بعدالي بأماني ولسيما في هذه الأيام ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثي اليوم عن دور المسيحي تجاه السلطة وكيف يحيا المؤمن في وسط هذا المجتمع وانت لاحظ أن العالم منقسم إلى قسمين ممكن تقول شرق وغرب وممكن تقول ديانتين إلى آخره لكن بشكل عام في هجوم كاسح هجوم شرس على شعب الرب وعلى كنيسة الرب يمكن هذا الهجوم أو هذا الاضطهاد في كثير من الدول ما يكونش جسدي معنى في كثير من الدول اللي بتمارس الاضطهاد بتحاول تظلم أو تحجز حرية الإنسان ولكن الأشر خطورة هي في الدول الغرب أنه بتشوف ديانات أو قيم أخرى إلها مكانتها وإلها أولويتها أمام التعليم المسيحي مع أنه أي إنسان في هذا الوجود سواء بشهادة الأعداء قبلا والعلماء والحكماء والفلاسفة وطبعا المؤمنين الكل أجمع أنه تعليم المسيح هو متفوق على أي تعليم في هذا الوجود لكن من ناحية أخرى منشوف حرب شرسة حرب فكرية اللي بتهاجم هذه المبادئ المسيحية مش لأي سبب آخر لأنه بكل بساطة أنه مسيحي والمسيحي طبعا مش عم بيعمل إشياء ضد الأنظمة أو ضد الحكومات بكل يعني بكل بساطة عم بيحاول يمارس إيمانه وعقيته بغض النظر في أي بلد عم بعيش فيها وهذه المشكلة مش مشكلة حديثة مشكلة قديمة جدا واليوم أنا رح أشارك في هذا الموضوع بيعطينا شوي أنه نلقي الضوء على أهمية هذا الموضوع وعاوز أوضح شيء في البداية أنه الغرض من هذه الحلقة مش رح تكون يعني مكثفة بشكل أنك تدرس كل الأنظم والقوانين كيف كل حتى بالمبادئ المسيحية في ناس بتميل للسياسة وفي ناس بترفض السياسة لآخرها مش هذا الفكر اليوم اللي أنا بتكلم فيه بشكل عام عن دور المسيحة عن دور المؤمن في هذا المجتمع ولسيما تجاه السلطة ولسيما في دول اللي عم نشعر وعم نحس أنه عم بتحجز وعم بتحاول تظلم أي يعني صوت مسيحي ليس لأي سبب لأنه فقط مسيحي طبعا في الانتخابات دايما بركزوا المسيحيين على شيء مهم جدا على موضوع الإيمان الإيمان بالله الموضوع التاني موضوع العائلة الفاملة والموضوع التالت اللي هو الحرية وهذا حق لكل إنسان في هذا الوجود فكل إنسان يحق له أن يعبد ما يشاء اليوم في ناس عبدت الشيطان وللأسف حتى هذا النوع من الناس لا يواجه اضطهاضا أو مقاومة مثل ما المسيحيين عم بواجهوها في هذه الأيام لكن المسيحي من أول التاريخ إلى يومنا هذا شيء مهم وعزيز على قلبه وحتى في الانتخابات أو في أي شيء يحاول دايما يحط صوته ولسيما بالأصوات التي تتطفق أنه في إيمان بالله تعطي الحرية بإيمان والتعبير عن حرية إيمان ثم شيء التاني موضوع العائلة في هجوم شرس و يعني يعني العدو عم بواجه العيلة بكل أنواع الهجومات فمثلا في موضوع تربية الأولاد في قوانين بسفر الأمثال اللي بتعلم كيف الشخص يربي الولد اليوم الحكومة بتسن قوانين ضد ما هو تعليم للكتاب المقدس شيء تاني يعني في قوانين اللي المسيحية بترفضها رفض كامل يعني قوانين اللي هي تعبير عن إيماني كأسرة أنا أؤمن أنه بحسب كلمة الله من الأساس أنه الله خلق رجل وامرأة يعني رجل واحد امرأة واحد ويكون الاثنان جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان بس اليوم القوانين عن تشرع قانونيا تشرع قانونيا على فكرة نحب كل الناس نحن مش بنتكلم ضد الإنسان كإنسان أو ضد الشخص كشخص لكن أنا بتكلم من وجهة نظر كتابي ومن وجهة نظر مسيحي ومثلا اليوم شيء طبيعي إنه بعلموا أولادنا إنه العائلة ممكن تتكون من رجل يتزوج برجل أو امرأة تتزوج بامرأة وكتير من دول الغرب حتى إنه الطفل يحق له أن يختار الجنس بتاعه يعني مثلا إذا هو ولد ولك أنا مش عاوز أكون ولد أنا عاوز أكون بنت ففي قوانين بتسمح في هذا الأمر وأنه يعبر عن رأيه يعبر عن حريته علما أنه هذه القوانين في دولنا في الشرق الأوسط ممكن عقابه الموت وطبعا يعني كمان المسيحي ضد أي زواج آخر من أي نوع آخر فالمسيحي ترفض رفضا باتا زواج القاصرات وترفض رفضا باتا الزواج من أكتر من امرأة هذا هو هجوم وإهاني واستهزاء بقانون الله وطبعا بشكل عام ترفض الطلاق ولكن للأسف نحن عايشين في مجتمع مثل ما قال المسيح أنه موسى سمح لسبب أو بسبب قساوة قلوبكم فكل حالة تعامل بالنعمة بحسب حالتها الخاصة فاليوم بالذات في موضوع الانتخابات المؤمن المسيحي بينتخب بناء على أساس إيمانه بالله يعبر عن هويته وعن جنسيته وعن مواطنته كجنسية سموية وتمسكه بالله ورفضه لأي شيء مناقض أو رافض لالله ومن طبعا من قلب يعني يقين أنه مهم جدا للتلاسق وتلاحم الأسرة أنه نصير بالمبادئ الكتابية كما علمنا إياها الرب والشيء الثالث اللي هو الحرية كل إنسان بحب يعيش في الحرية طبعا الحرية اللي أقصد فيها لست أفعل ما أريد لكن الحرية الحرية الحقيقية هو أفعل ما يريده الله مني طبعا الحرية مش أأذي شخص ناس أو أعمل شيء لأنه أنا أقوى منه أنا ممكن أظلم أو أعمل أي شيء حرية الحقوق حقوق الإنسان حرية التعبير عن الرأي حرية ضد الظلم الاجتماعي والمساواة الكاملة بين الجميع الحرية اختيار الدين أنا حر طب أوكي أنت ولدت مسلم أنا ولدت مسيحي لكن أنا بصل في نقطة معينة عندي قناعة معينة أنه أنا أؤمن بالمسيح لأنه اقتنعت عقليا وأمنت به قلبيا لكن هل المسلم عنده هذه القناعة مثلا أن يترك دينه وماذا إذا ترك دينه في حد السيف حد الردة إلى آخره وماذا إذا أراد مثلا مسلم أن يغير دينه وأن يغير اسمه في الهوية هل مسموح أنا بتكلم عن حرية تعبير الرأي والحرية الدينية وممكن تحطها تحت مسميات كثيرة لكن أنا بتكلم عن المسيح تجاه السلطة فالمسيح يتعود أنه يتأقلم يتبرمج حول الأنظمة وأنه ممكن مستعد يسير في كل هذه الأنظمة وحتى في الأنظمة اللي بتمنعه أن يبشر بتمنعه بتمنعه أن يتكلم بحرية عن إيمانه ولكن مع كل هذا إذا وصل الحال إلى رفض يعني أو فيه شيء اللي بيخليني أنا لازم أرفض أو أنكر المسيح عندها المسيحية تقف وقفة جامدة وقفة أسد من أول التاريخ أحبائي دايما الله باختار رجال أنه يقفوا أمام التيارات المعادية ضد النظام الكتابي وند تعليم الله في العهد القديم كان لفترة طويلة يسمى الحكم الثيوكراتي حكم الله the rule of God وهذا الحكم بكل بساطة الله بعين بعين قضاء أو أباء قضاء حكام إلى فترة سموئيل النبي لأول فترة صار فيه تعيين للملك وبرضه فيه شروط للتعيين الملك أنه فعلا يطيع صوت الله ويخضع لصوت الرب فمنذ قديم الأيام أنه بغض النظر أنه الشعب في أي مرة بحاول يبتعد عن الله الله يعني بيتكلم من خلال الآباء من خلال الأنبياء بطرق متنوعة متعددة بحسب الظرف الزمني وبحسب التوقيت اللي أو الكولتشر الثقافي والعداد اللي بيعيشوا فيها في تلك الأيام فأحنا منعرف أنه الله ابتدأ مع إبراهيم بتكوين العائلة وبعدين ابتدأ يتعامل مع أمة اللي هي أمة إسرائيل وابتدأ يعرف عن هذه الأمة أنه الله أخطارها ليس أفضل بالعكس لأنه حتى أقل من سائر الشعوب لكن بسبب وعده لإبراهيم وأيضا ليتمجد من ضعف الإنسان وهذه الأمة الله اختارها تكون مملكة كهني يعني يكون شهادة حية بين المجتمع وبين الله ويكون نور للأمم لكنهم انحصروا في ذواتهم والله خلال التاريخ فعلا كان في تقديم بكل الوسائل وبكل التنوعات يعني الله كان يستخدم السيف كان بيستخدم الوباء كان بيستخدم الحرب من العدو لتقديم شعبه وحتى إن كان باسم الدين يعني حتى اليوم نشوف إنه هذا التقديم ممكن الله بيستخدم دين آخر لتقديم شعبه وهذا واضح شيء كتابي وكتير مرات لما بيصل حالة الرفض في المؤمنين المسيحيين وإنه وصلوا إلى حالة إنه صاروا مسيحيين اسميين وإلى درجة يعني مش عم بميزه الأمور المتخالفة ولكثرة الخطية تبرد محبة الكثيرين الله بيرسل يعني ضغط سياسي اجتماعي وديني على الكنيسة عشان ينقيها لأنه عادة القضاء يبتدئ من بيت الله فإذا مش لأنه الشعوب ولا الدينات التانية أفضل لا لأنه كله مكتوب في كلمة الله يريت يعني نفس حد اللي بيهاجم فقط اقرأ كلمة الله وبتشوف حتى في العهد القديم احتلال الدول أو الممالك يعني المحتلة مثلا كان البابل أو كانت أشور أو إن كانت بابل أو حتى الفرس الغريب إنه كانوا يستخدموا آيات اللي بيستخدموها العبرانيين أو اليهود قديما إنه أنا فعلت بأمر إلهي جاي لأنه أنت تركته شريعة الرب بما معنا بهذا الإطار لكن برضو الله بيستخدم التأديب وأصعب شيء أحبائي لما بتسود الفوضى ولما بتسود الظلمة وروح الضلال فالنتيجة إنه الإنسان يصاب بالعمى الروحي بقعدش يميز والكتاب بقول إنه حتى الله بيوصل لدرجة إنه يغيظ شعبه بأمة غبية بيصير له حد يتساءل طب إيه المنطق في هذا السياسي أو إيه المنطق في هذا الدين أو في هذا التعليم كيف ممكن مجتمع يتبع مثلا هذه الديانة فمكتوب إنه يعني حتى الله بيتركهم إلى ذهن مرفوض لدرجة يرسل عمل الضلال يعني زي كأنه أرواح شريرة بتعمي الإنسان بيعدش يشوف النور بيشوف الخير ظلام والنور الظلمة وهكذا بيعدش يميز فالنتيجة إنه سواء دينيا أو سياسيا بسبب يعني شعب الرب التي تقال والترديدات لكن قلبيا نتكلم بصراحة شو اللي اللي ممكن يشفي الغليل شو اللي ممكن يشفي العداء شو اللي ممكن يشفي الكراهية حاول الإنسان عن طريق الدين حاول الإنسان عن طريق الإصلاح حاول بقوته الذاتية ولكن لا يمكن شفاء أي من هذه الأمور إلا بالتغيير الجذري بالخليقة الجديدة بالولادة الروحية وإنك تقرأ العزة على الجبل هي الشفاء لكل ضغينة لكل كراهية لكل أمور اللي هي مضادة لتعليم الكتاب المقدس فإذا أنا حباء هذه المقدمة حبيت أوضحها على أساس إن اليوم بتشوف فيه عداء فيه كراهية أنا بكر هذا الشخص مش مهم الشخص الثاني ممكن يكون كل بلاوي كل مصايب الدنيا موجودة فيه بس أنا رح أصوت له رح أنتخب له بكل بساطة لأنه أنا بكره هذا الشخص وما فيش تفسير هذا يحتاج إلى عمل إلهي وأصلي من كل قلبي إنه الرب يعطي الصحوة للكنيسة إنه تصحى خلينا أسميها أرواح شريرة بغض النظر بتسميها أوهام أو غير أوهام هي عمل ضلال عمل ظلمة عمل روحي بيعدش يميز بيفقد الحس بيفقد التمييز بيصير كراهية ضد الشخص الآخر والغريب إنه ممكن يتعامل معاه كل شيء لكن قلبيا عنده كراهية والكراهية عم بتزيد لأنه أنا في مركز قوة هذا هي الساكن كلاس ستزن هو من جنسية يعني أضعف أقل أنا بحتقره حتى يمكن مرات احتراما منوريها مش عنصرية لكن قلبيا فعلا في هذا الأمر وأنا بتكلم اليوم بصراحة لأنه بلادنا محتاجة لشفاء حكامنا محتاجة لشفاء سلطاتنا محتاجة لشفاء بتأيد مهما كان أو من كان بسبب لأنه أنا بكر هالشخص الآخر بدون ما أبحث طب ليه الشخص الآخر بيقول كذا وكذا ليه إيمانه كذا وكذا وليه طريقة أو أسلوب نمط حياته كذا وكذا فالنتيجة أنا بدرب ومش مهم ما هو ما فيش محاسبة بعدين ما هو في الحام هو الله بحط في بلزقها في الرب والرب يقول لك أنا بريء كل البراء من هذه الأمور كم من الملايين اللي رح تروح على جهنم وهي مخدوعة دينيا كم من الملايين اللي رح تروح على جحيم النار بسبب تعليم بسبب اعتبارات بشرية بسبب تعصد ديني بسبب عنصرية مش عاوز ينفتح مش عاوز يقامن عاوز يضرب لكن من غير ما يبحث عن الحق ويعرف الحقيقة بصلي من كل قلبي انه الله يبتدي يشفي الأحقاد والغليل والصدور وفعلا محبة الله تملأ وتشفي كل الكيان وكل الحياة ابقوا معي سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل القصير المترجم للقناة المترجم للقناة ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما محتاجين رجال ونساء في هذه الأيام يقفوا مش بتذكر يعني أعتقد أعتقد واحد اسمه أثاناسيوس اللي وقف مع الحق ضد الضلال ولسيما في سنة 325 وقت مجمع نقية وبتذكر القول الشهير أعتقد أنه أثاناسيوس قالوا العالم ضدك قال وأنا ضد العالم وتكررت هذه العبارة في العصر الجديد واحد اسمه جون نوكس المصلح الشهير في سكوتلندا اللي الله استخدمه في في نهضة روحية كبيرة قالوا له يا جون العالم كل وقف ضدك أجابه وقال وأنا أيضا ضد العالم تعرف أحبائي موسى وقف ضد السوبر باور ضد فرعون وقال لفرعون أطلق شعبي ليعبدوني فأيام دانيال النبي وقف أمام الملك بيل الشصر اللي كان بيسكر وبيشرب في آنية الهيكل فراء يد كاتب على الحائط فالنبي دانيال تنبأ أنه في تلك الليلة أنه الله أحصى مملكته وفعلا جاءت مملكة باتحاد مملكة مادي وفارس ويأخذ الحكم من البابليين وأصبح لاتر اون صارت مملكة فارس فأيام يحنى المعمدان وقف أمام الملك هيرودوس أنتيباس لأنه كان يأخذ زوجة أخوه وهو على قيد الحياة قال له يحنى لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك وبالنتيجة لأنه كان على حق يحنى قطع رأسه وصار المثل المعروف يعني أنا على حق ولو على قطع رأس فإذن اللي ناس ماتت من أجل الحرية دول ازدهرت ولسيما أمريكا ودول كثيرة بسبب الحرية وواجهت كل أنواع التحديات والحروبات الداخلية والخارجية حتى توصل لهذا الوضع هاي يعني شيء رباني شيء إلهي الله وضعه في داخل إنسان حتى يعيش فيه فإحنا محتاجين ناس أنه تقول لا للخطيئة لا للشهوات العالمية لا لأي نظام اللي بيحاول أن يقف ضد تعليم يسوع المسيح ويهينه فإحنا محتاجين نتكلم بكل جرأة بكل جراءة جراءة وهكذا فيه أنبياء كثيرون مثل إلي النبي يعني تحدى الملك آخاب والملكة إزابيل وتحدى أنبياء البعل وتحدى كل المملكة وقال الإله الذي يجيب بنار نزلت نار الرب وفعلا كل المملكة قالت الرب هو الله الرب هو الله كذلك في أيام أليشة كان في حرب والله استخدم أسمع صوت وكانت نصرة كبيرة نرجع لأيام صموئيل النبي كان رجل الله والله استخدم لأنه وقف في أحد الأيام قال حاش لي أن أكف حاش لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة من أجلكم وقف فعلا وانتصر ماذا عن يهوشفات الملك ملك يهوذة انتصار عظيم لأنه تمسك بتعليم نبي الله اللي اتنبأ وهكذا الشعياء في أيام الملك يهوذة الملك حزقية جاء الأشوريون وحاطوا أرشليم وكان جيش جرار تخيل الله أرسل ملاك ليهزم الأعداء وهكذا أحبا الله عنده كل أنواع الطرق لما بيكون القلب متواضع لما بيكون القلب منكسر لما بيكون عندنا اعتماد واتكال كامل على الله مكتوب قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيث ما شاء يميله ثم يقول كتاب أيضا طوبة للأمة التي الرب إلهها الرب هو المتصلت على جميع ممالك الأمم أحبائي وهذا مهم جدا الله هو الذي يعزل الله هو الذي ينصب تعرفوا بالنسبة للمسيحية نمت من خلال الاضطهاد إلى أن وصلت في يوم من الأيام صارت الديانة الرسمية وما بعرف إذا كان شيء حل للمسيحية لكن بعدها نرى المسيحية اه ازدهرت ونمت كتير بس ابتدأت المسيحية الاسمية في أيام قسطنطين 313 لما اعتنق المسيحية لأن أمه هيلاني كانت قديسة كانت مؤمنة ويطلع في مرسوم ميلانو وهو الذي نادف في المجمع نقية أنه يعمل هذا المجمع ضد الهرتقات الأخرى فهكذا ابتدأت المسيحية تتعمم والمسيحية ما عندها شهادة كويسة عبر العصور عبر العصور الوسطى أو العصور المظلمة فكتير فكتير من الأحيان المسيحية لما كانت سياسة ودين في نفس الوقت تتسلط صار فيها الإقطاعية والتسلط على الملوك وعلى الممالك يعني فقدت رسالتها الروحية تجاه المجتمع وأنا بتكلم بشكل بسيط بدون الدخول إلى العمق فرسالة المسيحية هي رسالة روحية مع أنه المسيحية بتطيع القوانين وتعارض القوانين التي تسنها الحكومة ضد الحقوق مثل مثلا لما بيصل الموضوع الإجهاد المسيحية ضد الحكومة في هذا الموضوع لما بتصل إلى موضوع القتل الرحيم صارت موضة أنه لا يعني لازم يقتل بسبب الرحمة فالكنيسة تقف لأنه في فداء في صلاة في يعني في الرب هو الجالس على العرش مش إنسان اللي ياخد حياة شخص آخر بإيده مشان هيك هاي القتل والعنف اللي منشوفه وقطع الرؤوس عليها دينوني فضيعة دينوني عظيمي جدا لدرجة أنه أول قانون حتى في الكتاب يعني أو بالأحرى اللي هو استمر في الوصايا العشر لاحظ سافك دم الإنسان بالإنسان يشفك دمه تكوين ستة آية تسعة أول أول بطلع نوح من يعني انتهى الطفان فليه هذا القانون حتى لا يكون فوضى في المجتمع اللي منشوفها من قتل وعنف وتؤيد عن طريق الدول والحكام أين الحكام وأين الدول وأين القوانين وأين القضاء وأين 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 أسئلة كثيرة اللي بتدور بعدين أين العقاب اللي هو بحسب بحجم الزنب بحجم الزنب وصار كل واحد عاوز يسأر يأخذ بالصئر ويأخذ الحكم بإيده وكأنه يقدم خدمة لالله وإحنا كمؤمنين مسحيين نؤمن الناس التي تقوم بهذه الأعمال هي بتسبب فوضى هي عندها روح الكراهية والعداء وهي الناس اللي بتقتل كمان باسم الدين سورة أقول هذا الشيء مصيرها جهنم النار إذا بعلموك إشي تاني غير هذا الموضوع افحص افحص الموضوع لأنه أبديتك ومصيرك أهم بما لا يقاس تعرفوا أحبائي مهم جدا نفهم هذه المواضيع طبعا في العهد الجديد الله بطالبنا تجاه الحكومة بعدة أمور حتى كتبت بعض الآيات اللي ممكن أقتبسها عدة أمور الله أولا يطالبنا بالخضوع للسلطات يعني وصف زي طاعة الجند المطلقة للرئيس أو الكابتن للضابط العسكري هكذا يصف خضوع المسيحي للسلطة مشان هيك أحبائي بقول في روميا 13 لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة يعني السلاطين الحاكمة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة أو السلاطين يعني المقصود القائمة بالمضارع هي مرتبة من الله حتى من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون لاحظ بيتكلم حتى للمسيحيين والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة حلو تقرأ روميا إصحاح 13 من آية 1 لآية 7 بقول لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا لأنه هو خادم لله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر مكتوب في آية 6 بنفس الإصحاح فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام فإذن شيء واضح بعلمنا الخضوع للسلطات شيء تاني الكتاب المقدس بعلمنا الصلاة نصلي من أجل الحكام في تمثال الأولى صحاح الثنين فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإذن الكتاب بعلم المؤمن تجاه السلطة أنك تخضع لأن كل سلطة حاكمة هي مرتبة من عند الله بغض النظر شر ولا خير اترك الموضوع لأ الله فالرب هو اللي بيعرف كيف يعزل أو ينصب ومن بنفس الوقت الحكام تحت مسئولية كبيرة تجاه هذا الموضوع في محاسبة في مسئولية رح توقف أمام الله وتعطي حساب ثم الصلاة نصلي من أجل الحكام شيء ثالث الكتاب يعلمنا الفصل بين الدين والدولة وهذا موضوع كبير كبير مش بقصد يعني أنه يعني كلمة عابرة هذا بحتاج لحلقات أنه نشوف أمثل كتابية وإنت دور المؤمن في الدولة وإنت أنه يكون في فصل وإنت يندمج إلى آخره بس لاحظ في متى 22 سألوا يسوع فقل لنا ماذا تظن أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مرؤون يا ممثلين يعني أروني معاملة الجزية فقدموا له دينار فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيصر فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله حسم الأمر أحبائي أنه يعني مع أنه إحنا منصلي أنه الكنيسة تندمج يعني مش غلط أنه يعني المسيح خلي بالك بحب الوطن بيشترك في الجيش في الشرطة بيدفع الضرائب بيحترم القوانين وبيدافع عن وطنه بدافع عن وطنه وعنده مسئولية تجاه السلطة أن يكون فعلا ماشي بالطريقة الصح وأنه المسيح مش تبع مظاهرات سياسية ولا مظاهرات دينية ولا بتاع فتن ولا بتاع خياني يعني الخياني مش موجودة في القموس المسيحي بالعكس بتشوفوا حتى تاريخيا إلى العصر الحديث دايما خضعين للدولة دايما بيتبعوا القوانين ولا مرة شفت رجال دين بغض النظر شوط طيفي عم بنادوا أتباعهم احملوا السلاح قاوموا اطلعوا في مظاهرات بالعكس دايما بقولوا اخضعوا صلوا أعطوا الحقوق للجميع إذا كان الملك إذا كان الحاكم إذا كان الضابط إذا كان يعني أي هيئة المفروض نحترم ووقار وخوف لهذه السلطات الكتاب المقدس بعلمنا بقول اكرموا الملك يعني إذا بتطلع في بطرس الأولى بقول فاخضعوا لكل ترتيب بشري صحيح 2 من أجل الرب لاحظ من أجل الرب إن كان للملك كمن هو فوق الكل أو للولاك مرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله لاحظ شو بقول اكرموا الجميع أحبوا الإخوة خافوا الله أكرموا الملك وهذا هو التعليم المسيحي خاف الله الله هو فوق الكل اكرم الملك وامشي على كل قوانين الدولة اللي بتطالب كل المواطنين يكون في المساواة ثم الشيء آخر أحب إعطاء الحقوق دفع ما هو مستحق مثل دفع الضرائب الجباية تعرفوا أحبائي يعني احنا شفنا أنه هذا الأمر واضح جدا بكلمة الله نبدأ احترام صادق موقف تقدير أكم واحد مسيحي بيصلي من أجل الأعداء اللي بيقومه وبصراحة أكم واحد مسيحي بيصلي من أجل الحكام من أجل الملوك وعاوز أقول أنه إحنا الله بباركنا وببارك بلادنا بهذه البركات خلينا أقول شيء سريع أنه الله أقام مؤسسات على الأرض على الأقل ثلاث أو أو يمكن أقول أربع مؤسسات على الأرض المؤسسة الأولى هي الحكومة على جميع المواطنين بغض النظر شدين الطايفة الحكومة هي مؤسسة يعني من عند الله وفي طيتوس ثلاثة شو بيقول ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح يعني إذا كان جيش إذا كان شرطة إذا كان مراكز حكومية مراكز سياسية إذا قضاء إذا أي منصب وزير حاكم والي بكل هذه الأمور لكل عمل صالح إحنا كتفيد بلدك ولاحش بقول في أي اثنين في طيتوس ثلاثة ولا يطعنوا في أحد حتى لو كان الملك شرير حتى لو كان الحاكم شرير صدقني الرب يعني مخيف هو الوقوع في يدي الرب ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس هاي الحكومة ثم الكنيسة أحبائي الكنيسة هي جسد المسيح تمثل المسيح على الأرض يعني جميع المؤمنين من كل الطواف بغض النظر شو خلفيتك شو طائفتك من خلفه إسلامية بوذية هندوسية غربي شرقي من مسلم مسيحي من أي طايفة لما تؤمن بيسوع المسيح أنت بتنضم إلى جسد المسيح جسد المسيح الغير منظور كما يسميه قانون الإيمان المسيحي فالكنيسة هي السلطة أو المؤسسة التانية المؤسسة التالتة على الأرض هي العيلة الفاملة وأنا ذكرت في البداية إذا في ضرب على الأسرة في ضرب على المجتمع بشكل عامل قوة المجتمع هو بقوة الأسرة طوبة للأسرة اللي بناها الرب واللي مؤسسة على كلمة الله على المحبة والتضحية والتفاهم والتسامح أيضا الأبوان مسؤولين عن الأولاد هاي يعني وكالة الله وكلنا على بيوتنا وعلى أولادنا نهتم فيهم والمؤسسة الرابعة اللي أنا يعني ذكرتها هي رؤساء العمل حتى الكتاب بعلمنا في أفسوس وفي كولوسي إنه العمال يكونوا خاضعين لرؤساء العمل يعني على جميع الموظفين فتخيل إذا الحكومة وإذا الكنيسة وإذا العيلة وإذا العمل كله ماشي بإرادة الله أي مجتمع رح يكون عندنا فهي مرتبة مستمدة من عند الله محددة من قبله الله أقام الحكومة البشرية لمكافأة الخير وكبح الخطية في عالم ساقط شرير حتى أكثر الحكومات شرا سواء دينيا ضد المسيح وكفرا تؤدي دور رادع للجريمة فكل حكومة في عندها قوانين عقاب للمجرمين وإلا إذا سادت الفوضى اتدمر المجتمع بالكامل فهي مؤسسة إلهية يعني بالأول فالمواطن المسالم له مدح ولا يؤذي خليني أخد فاصل وبعدين عاوز أتكلم عن سؤال كتير كتير مهم متى على شعب الله أن يرفض الطاعة للحكومة ابقوا ما سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر كان السؤال متى على شعب الله أن يرفض الطاعة بأي أمور أنا ذكرت يمكن مقدما أنه في موضوع الإجهاد لأن الإجهاد هو عملية قتل عملية قتل والحكم والدينون عليها كجريمة قتل جريمة قتل ومرات القتل الرحيم بما يسمى قتل العجايز أو مرضى يعني عقليا إلى آخره في بعض الدول لكن حبائي على المؤمن أن يرفض الطاعة ونحن نرى أمثلة في العهد الجديد مثلا في سفر أعمال الرسل مكتوب في صحاح أربعة فأجابهم بطرس ويحنى وقالا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا لما في ناس بتحاول تحجز الحق وبتمنعك إنك تتكلم عن يسوع المسيح ولسيما أنت عارف إنه إذا ما تكلمتش هذا الشخص هالك ورايح على جهنم فمستعد يضح بحياته بموته في سبيل إنه ينزر وينقذ الشخص الآخر إنه ما يرحش للنار بعدم إيمانه فكانت الفكرة أنه لا تتكلموا بهذا الاسم فقالوا حكمه يعني هل يليق لا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا في عمال خمسة تسعة عشرين مكتوب فأجاب بوترس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يعني خلاص المسيحية كانت ماشية بانسجام وتناغم مع الإمبراطورية الرومانية لما وصلت لوضع إنه الإمبراطور صار يضو الشمع والبخور وعلى المسيح إنه يقول أو يردد قيصر هو الله ولسيما أكثر ابتدأت في أيام الإمبراطور دومشيان اللي اضطر يحن الرائي يحن البشير تلميذ المسيح إنه يروح للسبة يروح للنفي في جزيرة باطموس فهنا رفضت المسيحية وقالت لا يعني مستحيل لإنه ننكر أو نرفض يسوع المسيح وبالنتيجة كانت واجهة اضطهاد شرس جدا 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 في تاريخ الكنيسة منشوف أمثل في العهد القديم فمثلا في لما بيصل وضع إنه الأمر بيكون عصيان لكلمة الله في سفر الخروج الصحاح الأول الكتاب بيتكلم عن قابلتين يعني الداي احنا بالعرب نقول اللي بيخلفه خافتا الله لأنه كان في تشديد من تشديد أمر من فرعون إنه يقتلوا كل ذكر عبراني البكر فكانوا بيخافوا الله رفضوا والرب مكتوب أعطاهم نعمة وفعلا الرب باركهما وأنقز هما يعني عندما طالبوا بالإجهاد والقتل رفضوا القابلتين في دانيال إصحاح ثلاثة آية 16 لـ 18 في ثلاث شباب اللي بيسموهم الفتية الثلاثة شدرخ ميشخ وعبد نغو يعني كانوا فئتون النار لأنه رفضوا السجود لتمثال الذهب اللي صنعوا نبو خد نصر فكل الممالك سجدت معاد العبرانيين الفتية الثلاثة وقالوا لا نسجد لهذا التمثال وفعلا حطهم في النار ونحن نعرف نهاية القصة حتى الناس اللي رموهم في النار احترقوا وبرسالة إلى العبرانيين مكتوب أطفأ قوة النار لأنه رفضوا أمر الملك أنه يسجدوا لتمثال الذهب فإذا في أي قوانين تضطرك أنك تعبد آلهة أخرى بهذه الحق إلك ترفض حتى ولو على موت رفضوا السجود للتمثال إننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته لكن النهاية الملك رفعهما غير أمر الملك في دانيال إصحاح 6 قصة شبيهة دانيال رفض يعني كان في جب الأسود في أيام الملك داريوس ملك مملكة فارس مع أنه كان صديق الملك والملك كان يحاول ينجيه لكن بسبب الأمر الصارم اللي كتب بسبب حسد الولاء الآخرين رمى دانيال في جب الأسود لكن الرب أنقذ دانيال لأنه رفض أمر الملك أنه يسجد للملك وهكذا أحبائي إحنا كمؤمنين منستخدم القوانين مثل بولوس الرسول يعني قاعد سنتين في سجن كساريا شاف بالنتيجة أنه في النهاية ما فيش نتيجة لأنه بيحمل الجنسية الرومانية رفع دعوة إلى قيصر فلازم ندرك أحبائي القوانين والحقوق وينت ممكن نتكلم حتى في الأسر حتى في الزواجات إذا الزوج بيطالب امراته مثلا تتعاطم مخدرات ترفض بهذه الحالة إلى حق تتركه إذا الزوج بيطالب زوجته أنه لا إذني وروحي يعني اشتغلي بهذا الموضوع إلى الحق أنه تترك وهكذا في أمور اللي بتضطرنا إذا عبادة وثنية إذا زنة أو عهارة أو ضعارة أو رفض ليسوع المسيح أو الإنكار أو القتل بذات الإجهاد في الرحم وقتل الرحيم على المؤمن أن يرفض رفدا باتا مهما كلف الأمر حتى لو تسجن حتى لو مات بقول الكتاب هاي السلاطين الفائقة هي الحاكمة بعلمنا أنه نكون هاديين ونشتغل بأيدينا بحسب تسالونيك الأولى صح أربعة والصلي والاستعداد بشكل مستمر أنه نعمل الصالح وما نطعنش في أي حد وندرك أنه كل سلطان هو من الله وأنه الله هو الحاكم وهو المهيمن على هذا الكون وأنه كما هو مكتوب في مزمور 62 آية 11 العزة لله وأنه في مزمور 103 مملكته على الكل تسود تمثاوس الأولى ستة أنه ملك الملوك ورب الأرباب فنحن نخضع نطيع الله نطيع من أجل الرب ومن شيء تاني نطيع الرب إحنا منخضع لأنه منطيع الرب في هذا الموضوع من أجل الرب منخضع لأنه أصلا إحنا مواطنين السماء جنسيتنا مواطنتنا هي في السماوات هي في السماوات السبب الثالث بسبب الضمير بدافع الواجب تجاه الله سواء الجزية للرمان سواء ضريبة الهيكل لليهود المحصول المحاصيل اللي كانت تجمع في أيام إسرائيل يعني بكلمات بسيطة أنه نعيش في البر في عالم عدائه نعيش كغرباء ونزلاء لأن موطننا هو السماء طبعا بالتزامات باعتبار أنه إحنا متميزين مواطنين خدام المسيح مثال للحياة الكاملة في وسط محيط معادي الخضوع للملك الخضوع للقضاء للشرطة رفض القانون رفض القانون هو مخالف لأله ما في واحد مسيحي بيفوت في إشارة حمرة لأنه لا لا أنا بطيع الله لا أنت بطيع القوانين لأنك بطيع الله وهذا ما أردت أنه أتكلمه بكل بساطة فإذن البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية خلينا ندرك أنه هو الأعلى فوق الجميع أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب أنه الله المتصلت في ممالك الناس الله هو الذي يعزل والله الذي ينصب تعرفوا في الانتخابات نقول كيف ربح هذا النظام نظام الشرير اترك الأمر لالله اعمل ما يمليه عليك ضميرك والقانون لكن خلي بالك ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فوق كل هذا أحبائي اكرم الجميع اكرم الملك حب كل الناس اعمل الخير قدم الرحمة قدم يد المعونة ارفض العنصرية ارفض الكراهية ارفض التحذب ارفض الخصام يقول كتاب توبة لصانعي السلام ارفض روح الانتقام الروح العدائية العنصرية ارفض أنك تأخذ حقك بإيدك وبدراعك لا خلي عندك محاسبة امام الله الله هو الذي يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة الله هو اللي رح ينصرك الله هو اللي رح ينصف الله لا يترك حتى لو يبدو احيانا ان الله صامت لكن الله غير صامت يحتاجنا يمكن نطلبه اكتر نصرخ اكتر نصلي اكتر نعرف ما شئته اكتر نعرف بايه احنا مطالبين خلينا نبتدي نصلي شو رايك حملة انه نصلي من اجل حكوماتنا وبلادنا ونصلي حتى اللي بيختلف عنا في ديانات اخرى ونصلي معرفة مجد الله تغطي المياه هذا هو وعد الرب ونصلي كما مكتوب وعد الرب انه فعلا انه يحول السيف الى السكة يعني للزراعة بدل ما تكون ادوات حرب تكون ادوات لصالح الانسان الغريب احبائي انه حتى موضوع الكورونا صار مسيس صار يعني له موقف سياسي والغريب انه الاف 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 الناس اللي بتموت من الجوع لو كل فلوس اللي تحطت في انتخابات وتحطت في مصاريف اخرى للسياسة تحطت في اطعام الجياع والاهتمام بالفقراء تخايل البلاد اللي عندها ثروة زراعية او ثروة صناعية تبارك البلدان الاخرى شو نوع العالم اللي رح يكون فينا لكن لا تخف لا ترتع لانه في يوم من الايام المسيح رح يرجع ورح يكون في عصر سلام وانه المسيح هو الديان وكل واحد لابد ان يواجه المسيح اذا اذا كنت ضد المسيح لابد ان تواجهه كديان واذا انت مع المسيح لابد ان تواجهه كمخلص اللي انقذك من الخطيئة ومن جهنم انا بصلي اليوم انه نصلي من كل قلوبنا للمجتمعات من حولنا انه الله يبارك الحكومة ويبارك الاسرة ويبارك العمل ويبارك طبعا كل الانزمة سواء الحكومية العائلية الكنيسة العمل هذه الانزمة كلها تمجد الله لكن اهم شيء مش راح تقدر تغير نفسك الا بكل بساطة للرب تقول يا رب انا ادرك اني خاطئ ارحمني انا الخاطئ طهرني بدمك وانا بدعوك تكون ربي ومخلصة بصليها من كل قلبي تحط ايمانك وثقتك بالمسيح يسوع والرب معك اشتركوا في القناة